اتمنى ان يكون ده واضح لانه كمان المباراة بعيدا عن ان الحكم واحد من النقاط المضيئة جدا في المباراة واعتقد حكامنا يستفيدوا كتير منه اللقطة المضيئة كانت كمان في الروح الرياضية لعب الزمالك الدولي امام عشور بلغ من المضج ما يجعله انه يعتذر على الحصل في مباراة سابقة له مع الكابتن وليد سليمان فكان حريص انه يروح لدكة النادي الاهلي ويحتضن ويحضن الكابتن وليد في اعتذار واضح عما سبق وصدر ده الحقيقة دي لقطة مهمة جدا في اطار الروح الرياضية ويريد تسود اللقطة دي بتدعم التعليق كان عامله على الفيسبوك وقال فيه انا باعتذر مندمان على ما ارتكبته مع الكابتن وليد سليمان وتحيا الفرصة ان في اول لقاء التقاء بيها انه يترجم ده والناس كلها تشوفه وهذا يدل على ان اللاعب ده بدأ يسق في نفسه يعني مش محتاج سوري يعني يتصرر التصرفات يتملق بيها مشاعر الجمهور الجمهور لا هو معتمد دلوقتي على كفاته اللي هو الحقيقة بيأكدها كل يوم بعد يوم واصبح لعب دولي مفيد للمنتخب الحقيقة اعتقد ان النموذج ده يجب ان يسود وكل واحد يخلي باله بقى من تصرفاته لانه تنتقس منه اذا كانت يعني فجة وبتكبره قوي اذا كانت نطجة بالشكل ده ترجمة نانسي قنقر